بناء أسرة قوية ومتمسكة والحفاظ عليها ده هدف مهم جدا يستحق التخطيط ليه بين الزوجين كمان بيتطلب من الزوجين بذل جهد كبير جدا من أجل تحقيق هذا الهدف عشان في النهاية يكون عندنا أسرة متماسكة بالمناسبة أفضل حاجة ممكن الإنسان يفتخر بيها بعد ما يتبر في السن أنه هو قدر أنه يحافظ على أسرته في هذا الزمن أنه يحافظ على أبنائه وأنه يربي أبنائه كويس جدا الشغل بيجي ويروح زي ما بنقول الفلوس بيجي وتتصرف لكن الحاجة الوحيدة للإنسان بيبقى بفخور أنه عملها في نهاية مشواره في هذه الحياة أنه يحافظ على أسرته أنه يكون أسرة متماسكة ما فيهاش أي مشاكل أو تفاتت أسري زي ما بنشوف في بعض الأحيان وكمان لازم يكون فيه حب متبادل ما بين الطرفين عشان الأمور تكون فيها نوع من التفاهم ما بين الزوجين وزي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع زوجته حقيقي يعني إحنا بنتكلم في فقرتنا النهاردة عن إزاي نبني أسرة متماسكة إزاي يكون فيه تفاهم وموادى ورحمة بين الأزواج معنا النهاردة في الستوديو بنوار نظفنا الشيخ أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك أهلا بيكم بسهد المشاهدين أهلا بحضرتك يعني قبل من نتكلم عن أنواع المشاكل اللي ممكن بتقابل أي زوجين قبل من نكلم عن الحاجات دي خلينا نعرف من حضرتك يعني إزاي نبني أسرة متماسكة إزاي نخلي الطرفين يفهموا مسؤولياتهم تجاه بعض وتجاه الأسرة دي عشان يبنوا أسرة متماسكة ومنشوفش يمكن تفتت أو تفتت الأسر اللي يمكن بقينا نشوفه زي ما كان شازي بيقول في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الأسرة بتبنى على ثلاث أساس حقيقية المواد ده والرحمة والسكينة لو الثلاث أساس دول موجودين هم اللي بيجلبوا بعد كده المحبة الأسرة قبل ما بتنشأ الإسلام بيتكلم عن إزاي ننشئ هذه الأسرة بيقول خلي بالك إنت لازم الأول تختار الزوجة وإنت لازم الأول تختار الزوجة لأن إحنا لو أحسننا الاختيار الحياة بعد كده هتكون حياة سليمة وحياة صحية وحياة مستمرة وحياة طيبة وهنقدر ننشئ بعد كده أسرة كويسة لكن لو إحنا أسأنا الاختيار هي دي المشكلة في ناس بتبني اختيارها على أساس المال في ناس بتبني اختيارها على أساس الجمال في ناس بتبني اختيارها على أساس المنصب أو الجاه أو الوضع الاجتماعي اللي موجود وفي ناس بتنشئ علاقتها أو حياتها على أساس الدين والأخلاق كل ما اقتربت من الأخلاق والدين أكتر كل ما كانت الحياة أكثر استقراراً كل ما أحسنت الاختيار كل ما كان مدة هذه الأسرة أكبر وأطول وأحسن بعد كده رقم اتنين نيجي للمواد ده والرحمة والسكينة اللي بيجلبوا بعد كده المحبة يعني أنا مختلف على النقطة اللي تكلمنا فيها في الأول على إن الزواج بيبنى على المحبة في كتير من الأزواج ما بيبش عرفوا بعض قبل زواج وبتبقى بعد كده حياة أسرية طيبة جدا 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 ليه جاوز الصالونات اللي احنا نقول عليه مثلا وفي ناس حبوا بعض قبل الجواز عشر سنين وما استمروش في الزواج شهرين بعد ما تجوزوا اتطلقوا مباشرة لأن أساس الاختيار كان العاطفة ما كانش الواقع اللي هيشوفوه بعد كده على فكرة أنا ضد تماما فكرة الناس تقولك إيه لازم نتعرف فترة أنا ضد الموضوع ده يعني أكيد لازم يتعرفوا لكن جاو بقى فترة كبيرة والكلام ده مش شرط خالص الناس تقول عشان ما نتصدمش في بعض بعد الجواز غير يعني غير حقيقي بالمرة في ناس دي من حضرتك قلت فعلا نماذج حقيقية احنا نعرفها عشر سنين يكونوا عارفين بعض قبلها وقصص كتيرة والأهل رافضين وبعد الجواز شهرين وبينفصل صحيح أضيفي إلى ذلك فكرة أن الإسلام ما منعش التعرف بس حطه في إطار الشرعي قال إن في فترة تسبق الزواج اسمها فترة الخطبة وقال إن في فترة الخطبة ماينفعش إنك ما تشوفهاش أو هي ما تشوفكش مش زي ما بيقول بعض الناس كده ما يشوفهاش اللي بعد كتب الكتاب أو ما يشوفهاش اللي بعد ما تزف إليه لا ده النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن بعض أصحابه خطب امرأة قال أنا ذرت إليها شفتها هي شفتك قالوا لا هشوفها ليه طب يعني هعمل بيها إيه ما شوفها يعني من هشوفها بعد كده كتير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ده اللي هيخلي الحياة بينكم تستمر أكتر ده اللي هيخلي الحياة بينكم تعيش بشكل أكبر وأحسن وأفضل بإذن الله تبارك وتعالى طيب في ناس وعلى ذكر حضرتك وأنت بتكلم في البداية كده بتقول الاختيار نعم في ناس في البداية بتختار فعلا كويس وبتراي مجموعة من القصص والمعايير يكون صادق مسألة البخلة برضو يتقى مؤثرة بشكل كبير جدا قربه من ربنا علاقته بوالديه وبتكون الدنيا كويسة جدا وبينثق في أن الرجل ده هيراعي ربنا في البنت دي لكن برضو بييجي بعد الجواز بشهر شهرين ثلاثة ويحصل انفصال أو بسنة سنتين يعني مش لازم المد تكون قصير قوي ويحصل انفصال ده بيكون سببه إيه سببه الكذب في فترة الخطبة زمان كانوا بيقولوا كل خاطب كذب أو احنا بنقول أنا لا أكذب ولكني أتجمل يعني الخاطب لما بيبني حياته على أنه ده أنا حبني لك أسرد ده أنا هعمل كل حاجة ترضيكي ده أنا إن شاء الله بإذن الله هشتغل ليل ونهار علشان كذا وهي بتقوله ده أنا هسمع كلامك ده أنا حياتك هتبقى أفضل وأحسن هي ما بتقولهش إنها ما بترشط بخوم بيقولهاش إنه ميزانيته في الشهر هتبقى كذا وكذا وكذا لما بيحصل الكذب في فترة الخطبة بيحصل التجمل في فترة الخطبة وبيحصل المداراة في فترة الخطبة بتؤدي بعد كده لما يقفوا على الواقع ويشوفوا الواقع بيلاقوا مشكلة كبيرة جاب كبير جدا بين الواقع وبين الحقيقة أضف إلى ذلك فكرة إن إحنا ما ربناش أولادنا تربية حقيقية تربية صحيحة على معنى الصبر على معنى التحمل المسئولية فالبعض فاكر إنه هو لما هيجاوز واحدة إنه كده خلاص هيعيش في الحياة السعيدة لما فيهاش أي مشكلة أو هي فاكرة إنها هتتخلص من قيود الأسرة أو باباها اللي ما يقولها عملي وساوي وإنها هتروح للزوج كل الزواج عبارة عن خروجات وفسح وما شبه ذلك فبيصطدموا بالواقع فعشان كده إحنا بنقول فترة الخطبة فترة مهمة جدا إن إحنا نبقى صادقين فيها إن كل واحد فيهم يقول هو عايز إيه ويقدر يقدم إيه في فترة الخطبة إن أقدر أقول للطرف الآخر والله أنا بيعجبني كذا ما بيعجبنيش كذا إن أنا أقدر أكون صريح في فترة الخطبة هقدر أتحمل ده ولا مش هقدر أتحمله هل إحنا النهاردة مش فاهمين بالزبط المسئولية اللي بتقع على الزوج وعلى الزوجة يعني هل النهاردة بتلاقي في مشاكل زي الندية مثلا في مشاكل زي أنت عملت أنا عملت أنت قلت لا أنت تعاضي في البيت مثلا الحاجات دي هل النهاردة إحنا مش قادرين نفهم أو في لبس في فكرة المسئولية بتاعت كل حد فينا إيه يعني خلينا النهاردة نوضح كده المسئولية في الإسلام على الرجل إيه وعلى المرأة إيه طيب خلينا نقول إن أول مسئولية في الأسرة هي مسئولية فتح الحوار إن يبقى فيه حوار داخل الأسرة إن ما يبقاش فيه واحد فيهم شايف مشكلة وبيقول أنا هتحمل واسكت علشان أنا عايز الدنيا تعدي لا أنا من حق إن أنا أفتح باب للحوار ونشوف ده ربنا سبحانه وتعالى بدأ قرآنه الكريم بعد صورة الفتحة بصورة البقرة اللي أول قصة بتتكلم فيها البقرة بتتكلم عن فتح الحوار اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحه مع ثلاثة من مخلوقاته وحوار عجيب جدا يعني إحنا بنقول أنت بش قادر تفتح حوار مع زوجتك أنت بش قادر تفتح حوار مع زوجتك دراء مع زوجك ده ربنا سبحانه وتعالى فتح حوار مع الملايكة فتح حوار مع آدم فتح حوار مع إبليس إبليس بيقول له ما لك يا إبليس ما لك إيه حكايتك أنت ما سجدتش ليه وبيقول له أنا خير منه خلقتني من نال وخلقته من طين وبيقول له أنظرني إلى يوم يبعثون يقول له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فيقول له إزاي إحنا كبشر يبقى عندنا ساعة تصدر إزاي يبقى عندنا قدرة على الحوار يا أدمسكو أنت وزوجك الجنة فكل من حيث شؤتما ولا تقرب كل حاجة كل اللي أنتو عايزين ولا تقرب هذه الشرارات فتكون من الظالمين كويس ممكن الراجل يقول لمراته حاجة وهي ما تنفزهاش ممكن المرأة تطلب من زوجها حاجة وهو ما يعملهاش لكن المشكلة أنه ما عملهاش فأنا إما أقلب الحوار إلى أخناء يا إما أكتم في قلبي وشلهاله لحد ما يعدي فترة طويلة من الزمن وانفجر من راحت لا ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن آدم عليه السلام وأن السيدة حواء عليها السلام هيعصوا ربنا سبحانه وتعالى أو هيقع منهم النسيان فربنا بيقول له إذن فيه بس أوليه على الراجل ربنا بيقول له ألم أنهاكوا ما عن تلكم الشجرة ونادى هما ربهما شوف ربنا سبحانه وتعالى يعلم القصة لكن بيعلمنا نفتح الحوار حتى لو اللي قدامي أخطأ ونادى هما ربهما ألم أنهاكوا ما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدوب مبين فبيقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا معلش إحنا غلطنا إحنا أسفين إحنا مش هنعمل كده تاني ده مهم جدا حتى حتى فكرة إن المرأة دايما هي الغلطانة دايما واخدينها من إن هي حواء هي اللي أغوة آدم وقالت له كل من الشجرة مع إن القرآن ما تكلمش عن كده خالص يعني الشيطان بيقول إيه القرآن بيقول إيه فأزل لهم الشيطان أزل لهم هما الاتنين فوسوس لهما يبقى ما وسوس الحواء وحواء هي اللي وسوست لآدم لا ده ربنا يعلم إن اللي وسوس للاتنين هو إبليس إن اللي وقع في الخطأ هو آدم وحواء معا إنما إن أنا في الأسرة أحمل الزوج كل التبعات وكل المشاكل أو أحمل الزوجة كل التبعات وكل المشاكل يعني هي مسؤولية على الرجل كمان إن هو يسمع مشاكل مراته عشان فيه ناس كتيرة بتقول أنا مش ناقص ناكد أنا لسه جاي من الشغل مش عايزة أسمع مش عايزة أسمع مشاكل مش عايزة أسمع ناكد هي أخترت اللي على هواها مولانا الراجل والمرأة لأه بالعكس إحنا بدأ الزبط آؤ أي بالعكس عالني أ ozone أنا ما نسمعت إش 6 بتقول إحنا مش ناقصنا كده عايزة تتكلم بس عايزة تسمع إحنا عايزين نقول إن الطرفين لازم يتكلموا والطرفين لازم يسمعوا الطرفين لازم يكون عندهم القدرة على الحوار الطرفين لازم يعبروا كمان بالتعبيرات المهمة يعني كتير مننا شايف ان المتدين لازم بقى شخص متخشب لازم بقى شخص ما بيقولش كلام طيب لمراته طيب تعالوا نشوف اكتر شخص احنا نعرفه في الاسلام متدين النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيكلم عن زوجته بيقول ايه اني رزقت حبها دلوقتي ينفع شيخي يطلع ويقول للناس انا بحب امراتي ده انا رزقت حب امراتي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اني عن السيدة خديجة اني رزقت حبها ده النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة لما سئل من احب الناس اليك لو حضرتك سئلت من احب الناس اليك هتقول والدي هتقول اخويا هتقول لكن النبي بيقول عائشة ده كتير مننا ما بيحبش يذكر اسم امراته قدام الناس صحيح بيقول اسمه النبي ذكرها قدام الخلقه من احب الخلق اليك قال عائشة قال له من الرجال قال ابوها يعني درجة المحبة توصل لحد فين النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا وقل لعبادي ربنا يقول كده وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن يعني يقول التي هي أحسن يعني مش تختار بين الكلمة السيئة والكلمة الكويسة لا انت تجيب الكلمات الكويسة كلها كده وتختار أحسن كلمة فيهم عشان تقولها لزوجتك عشان تقولها لابنك عشان تقولها لأخوك عشان تقولها لجارك عشان تقولها لزميلك تختار أفضل وأحسن وأرقى العبارات عشان تتكلم بيها طيب خلينا بقى ننزل لأرض الواقع في مسألة الندية احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا بين الأسر المصرية هي مسألة الندية الراجل شايف ان هي مش المفروض تكون ند وهي شايف ان هي مش المفروض ان هي تسكت على الكلام اللي هو بيقوله يتعاملوا مع بعض ازاي نتعامل مع بعض وفق الشريعة الإسلامية وفق الشريعة الإسلامية يعني كل واحد فينا له حقوق وعليه واجبات احنا يجب ان الرجل يتفهم ان المرأة ممكن تخطئ والمرأة تتفهم ان ربنا جعل القوامة للرجل وانها تنقشه وتحوره لكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى امرها انها تستمع إليه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالى نشوف بعض الناس بيفتكر ان الندية في حاجات مش ندية السيدة عائشة رضي الله عنها اهدية إلى النبي طعام وهو في بيتها احدى زوجات النبي عمل الطعام كويس واحنا عارفين ساعات بين الزوجات ما يبقى فيه اكتر من زوجات بقى فيه يعني بعض المناوشات زي ما بيقول فهي التانية فكرت ازاي تهدي إلى النبي طعام وهو في بيت السيدة عائشة وهو في حجرة السيدة عائشة فالسيدة عائشة دخلت الخادم داخل كده بالطعام وراحت خبطت الطعام كده فالطعام راح عمل يعني انقلب كده مرة واثنين والاكل وقع على الارض والاناء كمان انكسر طيب لو واحد زينا كان ثار وماج وهاج وانتي بتعملي كده ازاي وانتي قصدك ايه لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غارت امكم يعني انا فاهم الموضوع ايه وخلها اناء باناء وطعام بطعام زي ما كسرت الاناء بتاعها تديها اناء من عندك وزي ما بوزت الطعام بتاعها تعمل انتي رخر طعام وتهدي اليها طعامك وده مفهوم العدل ما فكرش ان ده يعني نديه النبي في احد المرات قصة عجيبة جدا دخل كانت حجرة السيدة عائشة وكانت ليلة السيدة عائشة والنبي دخل الى حجرة السيدة عائشة هي دائمة او النبي صلى الله عليه وسلم نم بجوارها وبعدين بعد فترة من الوقت حس النبي ان السيدة عائشة نيمة والسيدة عائشة ما كانتش نيمة كانت صحية بس عاملة نفسها نيمة كتير مننا يعني بيحصل دمعة الزوجة بس بيعتبر ان انت ازاي تعملك السيدة عائشة كانت بتغار على النبي صلى الله عليه وسلم غيرها شريلة جدا لدرجة انها كانت بالليل تتفقد وكده تحط ايديها على السير تشوف هو موجود ولا راح لوحدة تانية لزوجة تانية من الزوجات يعني السيدة عائشة كمان لما تلاقيه جاي من برة تضع يدها في بعض الاحيان في شعر النبي صلى الله عليه وسلم تشوفه مبتل ولا مش مبتل انت كنت عنده واحدة تانية ولا ما كنتش من محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي السيدة عائشة بتحكي القصة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قام من مطجعه رويدا رويدا أم بالراحة وانتعلى حذاءه رويدا رويدا النبي بيتحرك بالراحة عشان السيدة عائشة ما تحسش وفتح الباب رويدا رويدا وخرج رويدا رويدا طبعا السيدة عائشة كل التفكير اللي فزيناها دلوقتي انت رايح فين انت سيبني ورايح لوحدة تانية لبسة ما لابسها بسرعة ورا النبي صلى الله عليه وسلم فورا خرجت ورا النبي لأت النبي ذهب إلى البقيع حيث الأموات يدعو لهم ويستغفر لهم ويتذكر الموت وكذا وكذا سيد عائشة تعجبت من ذلك ثم لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرجع إلى بيته رجعت قبل منه جريت بسرعة دخلت البيت نامت استغطت النبي دخل الحجرة بتاعت السيدة عائشة وجد أن نفس السيدة عائشة مرتفع أنت عارف الغطاء الواحد لما بيبقى بيجري بيبقى بينهج فإزاي واحدة نيمة فبيقول لها ما لك يا عائشة إيه حكيتك إيه الموضوع فبيقول له ما فيش حاجة فقال لا تخبرني أو لا يخبرني العليم الخبير يا إما تقولي لي يا إما ربنا سبحانه وتعالى هيقول لي فأخبرته أنها خرجت وراءه فقال أجاءك شيطانك فقالت يا رسول الله أوى معي شيطان قالت قال نعم شوف بأسي لعائشة وشوف التفكير إزاي لما يحصل خلاف بين الزوج وزوجته السيدة عائشة عرفت أنها غلطت وأنها فكرت تفكير غلط والنبي صلى الله عليه وسلم بيقولها أجاءك شيطانك اللي هو القرين يعني اللي بيوسوس للإنسان بالشر فبدأت تغير الكلام مع النبي وتغير الحوار إلى حوار تاني خالص علشان ما تدخلش في المشكلة مش تقوله آه بقى أنا لازم أشك فيك هو أنت يعني خارج بالليل ليه هو أنت لا شوف فبأولى أجاءك شيطانك فبتقوله أوى معي شيطان قال نعم قالت ومع كل إنسان شيطان خنقلت الحوار لنقطة تانية خالص بعيد عن المشكلة اللي هي حسب به قال نعم قالت ومعك يا رسول الله قال نعم لكن ربي أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير انتهت المشكلة انتهى الأمر نقلت دي الزوجة للعاقلة اللي تقدر تنقن الحوار مش لازم الحكمة من الطرفين طبرة أسلام عليكم أنا ماشي دلوقتي لا استنى راح فين لازم نكمل الموضوع دلوقتي يا ستي يهديك يرضيك يبقى احنا لابد أن يكون الطرفين احنا قلنا مثال من النبي صلى الله عليه وسلم ومثال من السيدة عائشة رضي الله عنها كيف يكون التعامل وازاي نقدر نلم المشكلة بيننا وبين بعض طيب يعني حب أعرف من حضرتك ايه أكتر المشاكل اللي انتو بتسمعوها من الأزواج يعني النهاردة ايه أكتر مشكلة بتجيلكم هل هي مشاكل مادية هل هي مشاكل من نوع تاني ولو المشاكل المادية لو هي مشاكل مادية ازاي الطرفين يعينوا بعض عليها يعني هل الزوجة النهاردة مسئولية تقع عليها لو في مشكلة مادية عند زوجها هل الزوج بيقع عليه مسئولية معينة لو مش قادر يوفر طلبات بيته هل النهاردة مثلا لو عنده وقت فرغ بدل ما ينزل يعود على القهوة يشتغل شغلنا تانية يعني خلينا برضو نفهم الناس ايه المسئوليات اللي بتقع على الطرفين وايه هي أنواع المشاكل الكاملين اللي يمكن انتو قابلتوها طيب هو يمكن أكثر المشاكل التي تقع بين زوجين رقم واحد المشاكل المادية وخصوصا مع غلاء الأسعار بيتلاقي الزوجة لها متطلبات والزوج مش قادر يوفر كل المتطلبات وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث وإن كان فيه ضعف الاقتصاد نصف المعيشة الاقتصاد نصف المعيشة يعني أنا ممكن أكون بأبض كتير أو بأبض قليل لكن أقدر أوفر من خلال المتطلبات أو المال اللي معايا أقدر أوفر المتطلبات الأساسية لأسرتي وبرضو يجب أن الطرف الآخر يشعر أن دي مسئولية مشتركة المرأة مدبرة بطبعها يعني إزاي أعرف وأعذر زوجي في أنه هو دون المرتب اللي بيحصل عليه وزاي برضو الزوج يقدر يروح وظيفة تانية إن كان عنده القدرة على المروحة لموظيفة تانية ما كانش قادر على المروحة لموظيفة تانية يبقى هي برضو تصبر وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا هيوعين الطرفين على تخط هذه المشكلة يمكن المشكلة رقم اتنين الخيانات أو الشك في الخيانات يعني شك المرأة في أن زوجها تزوج عليها على أنه يعرف واحدة تانية على أنه هو رحفين بيكلم مين أو شك الزوج في زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان ما يمشيش وراء الظن إن بعض الظن إثم وإذا ظننت فلا تحقق مش كل ما تشك في الطرف اللي قدامك لازم تحقق وتبحث وراء إذا اتضح الخيانة بشكل واضح من حقك أنك تتخذ القرار بإنهاء العلاقة بينك وبين الطرف الآخر ده إذا وصلت الأمر إلى الحقيقة لكن مجرد الشك مجرد الوهم مجرد الظن ياليت كلنا نقدر نحتوي بعض وبعدين كل ابن آدم خطأ حتى لو الإنسان اللي قدامي أخطأ في بعض الحاجات هي اكتشف من زوجها كلم واحد طيب تقدر المرأة بالحكمة إنها تعيد زوجها إليها مرة أخرى وما تكبرش المشكلة بدون الحديث عن الموقف ده كتير لا بدون الحديث يعني هي تقدر تعيد زوجها مرة تانية بدون ما يبقى فيه مواجهة مباشرة أنت بتكلم فلانة أو فلانة بتكلمك أو كده تعمل دي سيد عائشة رضي الله عنها تغير الموضوع وتتكلم في موضوع آخر تشوف هو زوجها ليه سابها وكلم واحدة تانية إيه اللي في الواحدة التانية دي ومش دا معنى إن هي الغلطانة في بعض الحام بيبقى الزوج هو الغلطانة فالمفترض إن كل واحد فينا أضف إلى ذلك فكرة معصية الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا لابد أن يكون رقيبا على نفسي يعني إيه يعني الزوج اللي بيعمل حاجة غلط لازم يعرف إن الأمور دي زي ما بنقول كده سلف ودين زي ما أنت عملت حاجة مش كويسة ممكن واحد تاني يعمل مع حد أنت بتحبه حاجة مش كويسة فيجب على الإنسان أن يكون رقيبا على نفسي أن يعلم أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه فزي ما أنت ما بتحبش أن حد يعتدي على أهل بيتك أن حد ينظر إلى أهل بيتك برضو أنت ما تعملش المعصية وكمان المعاصي تزيل النعم فالإنسان يجب عليه أن يعرف أن كثير من المشاكل في حياته نتيجة معصيته الله سبحانه وتعالى صحيح والموضوع كمان بيبقى مؤثر على الأبناء يعني خلينا بقى نحط قاعدة كده وهي مسألة التربية الشيخ عبداليزيد في الأول قال إيه؟ قال حسن الاختيار طيب أنا هختار صح إزاي لو كنت متربي غلط فلازم والطفل وإحنا بنربي أطفالنا دلوقتي نربيهم على أن هم يبقوا شخصية زي ما بنقول قادر أنه هو يختار صح فاهم كويس فبيعرف إيه المعايير اللي على أساس هيختار شريكة حياته وبالنسبة للبنات برضو ده نفس الأمر وفي النهاية لما بيتجوزوا الموضوع بينعكس على أبنائهم وهم بيربوا أولادهم برضو أولادهم هيكبروا ويعرفوا فأجيال بتسلم أجيال زي ما بنقول لكن الشيخ عبداليزيد فتح لنا فكرة فقرة مهمة جدا وهي الغيرة بين أزواج أكيد هكون لنا فقرة تانية إن شاء الله كل شكرا لحضرتك الشيخ عبداليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف شكرا جزيلا لحضرتك شكرا